سمكة هي الأخيرة من فصيلتها التي انقرضت بالكامل منذ فترة طويلة تحمل الجنينة في بطنها لأربعة عشر شهرا وتعيش حتى مائة عام فما هي سمكة الدوغونغ النادرة؟ غواصون مصريون رصدوا ظهور سمكة نادرة مهددة بالانقراض في منطقة أبو دباب قرب سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر الدوغونغ أو عروس البحر ليست مثل الأسماك الأخرى فهي من الحيوانات الثديية في البحر الأحمر تتنفس في الهواء الجوي وجلدها مغطى بالشعر وتعيش بالقرب من السلاحف والدلافين وبحسب أشرف صديق محمد أستاذ المصائد البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار فهي تتناول ما يقرب من أربعين كيلوغراما من العشب يوميا وترعى صغارها لمدة عامين ترجمة نانسي قنقر